اهلا بكم الى موجز نشرة الاخبار من قناة الحدث الافريقي اصدر مجلس الامن الدولي امس ثلاثاء باجماع اعضائه الخمسة عشر قرارا ينص على تعزيز جهود مكافحة اعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا الذي اصبحت مياهه الاكثر خطرا على الاطلاق بالنسبة لسلامة الملاحة البحرية في العالم باسره زارت بعثة من الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار فضلا عن 13 سفيرا بالمغرب يمثلون الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الثلاثاء الجامعة الاورو متوسطية بفاس وتميزت هذه الزيارة التي تأتي بمناسبة الاحتفال بالسنة الاوروبية لشباب 2022 وبيوم اوروبا بتنظيم جلسة عامة ترأسها رئيس الجامعة الاورو متوسطية مصطفى بوسمينة وسفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بالمغرب باتريسيا لونبارد كوزاك وممثلة البنك الاوروبي للاستثمار بالمغرب أنا باغون دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية في بيان أصدره ليلة أمس ثلاثاء مطالبا بضمانات لعدم خوصصة المؤسسات العامة ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد في الخامس والعشرين من يوليوز المقبل أكد منكور نديعي وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج أمس بالرباط أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية بجهة الدخل والدهب لا سيما من الدخل الأطلسي الجديد والطريق السريع تزنيت الدخل ستساهم في تنمية التجارة الإفريقية وكذا التجارة الإقليمية تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة النظور ليلة أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة وذلك للاجتباه في تورطه في إعداد ورشة سيرية لصناعة وترويج مشروبات كحولية تحمل علامات تجارية مزيفة ونختم هذه النشرة من مدينة سنسينات الأمريكية حيث يواصل المتخب الوطني المغربي تحضيراته استعداداً لودية الولايات المتحدة الأمريكية يومه الأربعاء على ساعة 12.30 ليلاً بتوقيت المغربي تحضيراً لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ووصل المنتخب المغربي إلى أمريكا نهاية الأسبوع المنصرم بتواجد كافة العناصر ما عدا نسير مزراوي العائد لصفوف النخبة الوطنية بسبب الإصابة في انتظار حسم مشاركته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية كوديفوار 2023 إلى هنا تنتهي النشرة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء